ده سؤال حقيقة في منتهى الأهمية إيه هي الانديكيشن حقيقة بتوسع كتيرة جدا جدا دلوقتي وبتوسع زي ما قلت لكم كده مرضى السكر مرضى السكر في حالتين في حالة حدوث أوعية تكاثورية يعني حصل أوعية دموية تكاثورية بتعمل نزيف متكرر للمريض جنب الليزر هنا بحاجة نعمل الليزر أو بنحتاج نعمل جراحة فجنب الليزر أو قبل الجراحة الناس اللي عندها انفصال شبكي جزئي نتيجة السكر ومخدوش ليزر وأهمالوا بقالهم 14 و 15 سنة بالسكر بندي حقنة قبل العملية بثلاثة أربعة أيام ونزيدش عن كده ونخش نشيل للتصاقات والتلافات اللي موجودة جراحيا الحقنة بتسهل علينا الشغل وبتمنع مضاعفات اللي بتحصل داخل وبعد العملية فدي دي انديكيشن دي أول حاجة تاني حاجة ارتشحات الشبكية المركزية لو فوق 400 مايكرون لو الأشياء المقطعية على العين قالت ان احنا هنقيه السمك الشبكية عالي وأكتر من 400 مايكرون تالت حاجة الجلطات في العين جلطات الوريدية في العين وحنشوف مع بعض يعني ايه الكلام ده رابع حاجة والحاجة المشهولة جدا يمكن دي برضو أول حاجة في ترتيب الأخشية الدموية المستحدثة تحت مركز الإبصار في كبار السن وفي قصر النظر الشديد ودي حاجة برضو في متى الأهمية حاجة خامس حاجة الأمراض التطورات الشبكية في أطفال المبتسرين ودي حاجة برضو مش عايزة أولوكو عاملة نقلة نوعية في كيفية علاجنا للولادة الصغيرين دول والإنديكيشنز لا نهائية هعددلكو شوية منها كفية عليكو دلوقتي قبل هذا الفاصل أدريكو جدا